وصل النائب العام إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة وذلك في زيارة رسمية تأتي تعزيزا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين ويشمل برنامج الزيارة حضور حفلة مهم تنظمه السفارة بمقرها بالعاصمة الفرنسية لاسترداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية بإعادتهما إلى مصر ومعاقبة المتهم في قضية التي تعد واقعتها واحدة من سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات كما ساشهد برنامج الزيارة عقد لقاءات ثرائية رسمية بين النائب العام وأبرز القضاءين بالعاصمة الفرنسية